أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي الأهمية الكبيرة التي تليها الحكومة لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر مشيرا إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية صناعة السيارات وما تشمله من حوافز متنوعة لتحويل مصر إلى مركز لصناعة السيارات وخلال اجتماع لرئيس مجلس الوزراء مع عدد من الوزراء والمسؤولين وممثل البنوك وشركات السيارات في مصر أكد مدبولي أنه يتابع مع الوزراء والجهات المعنية الخطوات التي تتم لتيسير عملية الإفراج عن السيارات الواردة من الخارج مضيفا أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة إلا أن الدولة حريصة على التوازن بين الحاجة المسأة لتلبية الاحتياجات الأساسية والحفاظ على حركة السوق وتيسير أعمال الشركات المختلفة كما وجه رئيس الوزراء بالتنسيق اللازم بين الوزراء المعنية والبنك المركزي والقطاع المصرفي بهدف وضع ألية للإفراج المنظم عن باقي شحنات السيارات خلال الفترة القادمة بما يتوأم مع حرص الدولة على استمرار حركة النشاط الاقتصادية شكرا شكرا